شددت محكمة العدل الدولي على أن الوجود الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويجب أن ينتهي بأسرع وقت ممكن وأكدت محكمة العدل الدولي أن سياسات إسرائيل الاستيطانية تمثل انتهاكاً للقانون الدولي في رأي استشاري أكدت محكمة العدل الدولية أن الوجود الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويجب أن ينتهي بأسرع وقت ممكن وعلى الرغم من أن النتائج التي خلص إليها قضاة المحكمة في لاهاي ليست ملزمة إلا أنها تمثل ثقلا بموجب القانون الدولي في نص تقريرها الذي توصلت إليه لجنة مكونة من 15 قاضيا أكدت المحكمة أن سياسات إسرائيل الاستلطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكا للقانون الدولي ودعت المحكمة إسرائيل إلى ضرورة التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن تلك السياسات رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام استهل جلسة إصدار الرأي بشأن التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بالتأكيد على أن الأرض الفلسطينية هي أرض محتلة منذ عام 1967 وتشمل هذه الأرض الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وأشر إلى أن المحكمة تؤكد من وجهة نظر قانونية أن الأرض الفلسطينية المحتلة هي أرض موحدة يجب أن تكون مسجمة ومتواصلة جغرافية كما شددت المحكمة في رأيها على أن التوسع الاستطراني الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية يقوم على أساس مصادرات الأراضي والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وفي هذه الحالة فإن مصادرة الملكية العامة والخاصة لتطوير المشاريع الاستطرانية ونقل سكان المدنيين إليها يؤثر على حيات المواطنين الفلسطينيين وبناء على ذلك تستنتق المحكمة أن هذه السياسة الإسرائيلية فيها انتهاك واضح للقانون الدولي